اكيد ستحتاج لعيد حلوة سهلة سريعة كدجي بنينة وشيشة ما تلقيش احسن من هاد الحلوه هادي كدف الفم بنينة و السر ديالها انه بلابط باضافات لكي خليوا الحلوه دائما يكونوا مميزين فاول حاجه اخذت هنا نصف كاس ديال الكوكو دو ستوفل مطحنة تحنته بشكل جيد عندي ايضا نصف كاس ديال الزنجلن من الزنجلن منقي و محمر حتى هو ستطحنه بشكل جيد بطبيعة الحال تطحنهم في اي متحانة الاهم انهم يطحنوها بشكل جيد الكوكو حتى هو كان عندي محمر هذه الملاحظات هادو يجيني عليهم بزاف ديال الاسئيلة اوخا نذكرهم في الفيديو فكوكو والزنجلن محمرين باش كي يجيوا الدادي و الزنجلن ناس او الاخوات اللي يبغي واشراء المدق دياله ومكي يجيش باين كي يجي غير واحد طعم ديال واحد الحلوة بنين ولكن ما تقدروا تميزوا ديال اشدك المادق ما زال غتشوفوا الاضافات اللي غادي نزيدو في قصرية غادي نوضع ميا وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة مارغارين وربع كاس ديال السكر فاشي ديال الفاني قبيصة ديال الملحة وكاس ديال الزيت السكر درت غير ربع كاس باش الحلوة نخدموه مزيان الزيت الزبدة الزيت الزبدة الفانيق رشيشة ديال الملحة نخدموهم حتى يصبحوا هكا بحل واحد البوماد اخوات اللي توفروا على العجانة تقدروا الحلوة ديالكم تعجنوها في العجانة كنخدمو ذاك الزبدة شوفوا معي حتى كترجع البوماد وضروري تكون بحرارة المطبخ باش تعطيكم الطعب في الخدمة والاضافة اللي غادي نضيفو اللي كيميزو الحلوة هي نسكس ديال الزنجلان محمر ومطحون نسكس ديال الكوكاو او الفول السوداني محمر ومطحون معلقة كبيرة ديال العسل اللي كتعطي واحد المادقة رائع في الحلوة وكتجفيها واحد الحمورية كتحمق ووجوج متلتة ديال فرماج متلت اللي كي يخليوش المادقة ديال الزبدة كي يعطيو واحد لها شاشة زوينة وصاشي ديال فلون كاراميل اللي كيبقى اختياري نخدموا المكونات مع بعضهم بشكل جيد طبيعات الحل اي سؤال كان عندكم خليوه في التعاليق مثلا شي اضافة بغيتوا تزيدوها او شي حاجه مبتوش تديروها غير خليولي الاسئلة ديال كومنتر حريصة جدا باش نجاوبكم من بعد مما نسجمونا المكونات بشكل جيد ضيفت ساشي ديال الخميرة ديال الحلوة من وزن 8غ وغادي نضيف دقيق دقيق دائما الخاص بالحلويات 5 ديال الكيسان اي نصف كيلو نضيف دقيق تدريجيا احنا كنخدموا الحلوة ديالنا متخافوشي اكتلق لازي 3 شي حاجه دخلوا فيها الدقيق على خطركم صافي مباشرا بعد مجمعنا ودخلنا الكيمياء ديال الدقيق كلها نصف كيلو وخمسا ديال كيسان مضبوطين اللي هزتلي كان بقاش كل حلوة ديالي كويرات درت كلها كويرات فيها 15غ بلنسبة الاخوات اللي يبغيوا القياس بالميزان الاخوات اللي يخدموا عينهم ميزانهم كويرات يكونوا ما كبارين شي يكونوا صغيرين حيث معا التزيين الحجم ديالها كيزيد يكبر ومعا درنا فيها ساشيط الخميرة كتزيد تكبر في الفران وانتو معينكم ميزانكم بغيتوا تكبروا كبروا كبروا بغيتوا تصغروا صغروا انا كنديرهم 15غ في الوحيدة بشكت جزوي نحتف المكلة ديالها كتكون حلوة متوسطة ماشي كبيرة ماشي صغيرة صافي وضعت الكويرات ديال الحلوة كلهم في الصينية دخلتها الفران كتطيب على نار مهيلة فران مشعل من الاسفل حتى كتطيب من الاسفل ويدهب اللون ديالها وعاد كنشعلو لها شوية من الوجه كان الفران كهربائي عملو على 170 دراجة كان فران غازي يديرو النار مهيلة وحطو صينية الفوق حتى كتتتحمر من الاسفل ويدهب اللون ديالها من الاسفل عاد تحمروها واحد شوية معلواجه وشتو ماشاء الله كتجي فيها واحد الحمورية كتتحمق هذا راجع لديك الزنج لان الكوكو اللي كيكونوا محمرين ومعلقاد العسل اللي عندها دور كبير في الحلوة ديالنا وما كنديروش فيها البيض باش كتجي شيشة لان البيض كيقصح لانا شوية الحلوة كيخليها تجي جامع راسها التزيين الاول اللي غندير معكم غندير بالكونافة الكونافة هكا كناخدها بالكيلو كتبع حتى بالعبار ولا تقدروا تزينه بالكوك نفس التزيل اللي درت بالكونافة تقدروا تزينوه بالكوك كونافة كان وضعها في مقيلة على نار مهيلة وكان حمرها كذلك إذا درت الكوك كتعمله في المقيلة وعلى نار مهيلة حتى يدهب اللويين دياله وعندي هنا العسل انا خدمت بالعسل جاهزة من الأحسن إذا كانت عندكم العسل ديال ضرق را كتجي غزالة في الخدمة وكانت تضيف فيها وكانت تضيف فيها حليوات ونهزها في البلاس لا تجد تشرب غيرها تلبس لي بالعسل نحيضها في الكونافة اذا كان عندكم الكوك وعندكم دوزه في الكوك ومثلا سأعطيكم تزين اخر صافيو كنلبسوها ملتحت وملفوق في الكونافة وشوفوا الحجم الحلوه هو كبير في الفران وعاد ميكانزينو ويزيد الحجم يكبر لهذا كانت الكويرات غير صغيرين وديروا بحسب انها ستزين ستكبر هذا التزين الكونافة اذا كانت الكوك وكانت تزين الكونافة غير هو الكوك ضروري تدوزه في مقيلة ولا في الفران تزين الثاني تدوزها في العسل وتدوزها في كوكوي كوكوي او كو كونكاسي كنشد غير كوكوي كنشره بالقشور كنرقده في المطايب كنفصه من القشور نجعله الى كاملة ينشف على المنديل ومن بعد ما كنشف كندوزه في المطحانة لها شوار حتى يتهرمش من بعد كنوضعه في صينيا ندخل الفران على نار مهي حتى يدهب اللون من بعد ما يدهب اللون كندوزه في واحد الكسكاس او في واحد المصفات يكون العيون كبارا شوية كنشد غير كونكاسي 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 وفي التحمر يجب على نار مهي يجب على صابلة كونكاسي كونكاسي للحلوات كونكاسي اعطيت الاختيارة ويجب على صفحة واختيارة ويرادة ويجب على صغش كونكاسي ضمن الكونافا حتى يدعوا من أنشر ايه اذا أرسأتوا من كونكسي تزيين بالكونافة و بالكوك يجيو تقريبا محل بعضيتهم في الماندر و اللي درت بالعسل و بالشوكولا البيضاء كيف شتوته وما كيجيو ما شاء الله رائعين جدا اه كنخليهم هكا على سطح العمل حتى كيشدوا راسهم مزيان و كنوضعهم فعولة باللي كيت تحكم الإغلاق ديالها و دائما باش تبقى لكم الحلوى زوينة ما بين طبقة و طبقة فرقه بالبلاستيك او بالورق باش كل طبقة ديال تزيين كتبقى زوينة و هكا الحلوى ديالنا كتجي منين كتعضوها كتحسوا بها شي شامل داخل و واحد الماداق اللي غادي تلف كل مندقها عندكم ما غاديش تميزوا الماداق ديالك كتحسوا غير بواحد اللي بنا عجيبة فيها وبحلى شي حلوى شارينها ولا شي بيسكوي خاطيرة كتجي تمنى شاء الله تجربوها تزيين سوى زينتوا بالكوك ولا بالكونافة ولا بالشوكولا البيضاء اكدوا لي اغير على المكونات ديال اللي عجينا و جربوها بصحتكم و راحتكم غا تعجبكم بزاف اشتركوا في القناة